ما هو الحيوان الذي لا يتنفس أفمه مفتوح؟ ضفضع ما هو أكبر الحيوانات حجماً في عائلة القطط؟ النمر ما هو الطائر الذي يبيض في عش آخر غير عشه؟ الوقواق ما هو الكائن الذي تنمو ذراعه مرة ثانية عند قطعها؟ نجم البحر ما هو الطائر الذي يلد ولا يبيض؟ الخفاش من هو النبي الذي حزن عليه جميع البشر عند وفاته؟ كم كان عمر أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند موتها؟ من هو المشرك الذي كان يمدح القرآن الكريم؟ من هو النبي الذي صنع الصابون؟ ما هو الجماد الذي بكى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيء لا يمشي إلا بالضرب؟ الإجابة الإجابة هي المصمار فاكهة اسمها على لونها الإجابة كلما أخذنا منه كلما ازداد حجمه الإجابة وليست خالتك الإجابة شيء لا نستفيد منه إلا بعد كسره؟ الإجابة ما هو الحيوان الذي لديه بصمات شبيهة ببصمات الإنسان؟ الجواب الكوانا ما هو أكبر أنواع اللقطة في العالم؟ الجواب النمر ما هو الطائر الذي يعتبر رمزاً عالمياً للسلام؟ الجواب الحمام ما هو أسرع المخلوقات البحرية؟ الجواب المارلين ما هو الحيوان الذي لديه أقوى ذاكرة؟ الجواب الجمال ما اسم نبي الله الذي صام عن التكلم؟ مع الناس لثلاثة أيام إنه زكريا عليه السلام ما هي أطول صورة في القرآن الكريم؟ إنها سورة البقرة ما هي أقصر صورة في القرآن الكريم؟ إنها سورة الكوثر ما هي السورة الملقبة بعروس القرآن؟ إنها سورة الرحمن كم كان عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفي؟ ما هو إسم الشيطان الحقيقي؟ ما هو إسم الشيطان الحقيقي؟ الإجابة هي شيط ما هو الحيوان الذي خلق من الشيطان؟ الإجابة هي الإبل أعضو لا يموت في الإنسان بعد موته؟ الإجابة هي عجب الذنب نبي من الأنبياء تربى في بيت عدوه؟ الإجابة هي موسى أتمم الآية القرآنية 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 ما هي الصورة القرآنية التي تخلو من البسملة في بدايتها؟ سورة التوبة ما هي أول صورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صورة العلاق ما هي الصورة التي تعد أم الكتاب؟ صورة الفاتحة كم مرة جاء ذكر الجنة في القرآن الكريم؟ مئة وتسعة وثلاثون مرة كم رمضانا صام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تسعة ورمضانات قيلة القدر خير من؟ ألف شهر ماذا أرسل الله تعالى لتدمير أبراهة الحبشي؟ طيران أبابيل من هو النبي الذي أمره الله أن يذبح ابنه؟ إبراهيم عليه السلام كم مرة ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم؟ مرة واحدة على المشاهدة سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لفيديوهاتنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر